السلام عليكم ورحمة الله طائرة واشنطن تعود لتحلق فوق سماء ليبيا لتؤسم أكثر الوضع في ليبيا المتأزم في أصله هذا ما يدفعنا لنشرح المشهد في هذا البلد الجار ونضع أيدينا على مكمن الداء ونتائجه على المنطقة برمتها المشهد في ليبيا متمثل أصلاً في الصراع أو أساساً في الصراع أبناء البلد على الشرعية بانقسام المشهد السياسي إلى قسمين حكومتان وبرلمانان اثنان كل جبهة تتغذى من أطراف خارجية الجبهة الأولى كيانها طرابلس التي يكونها طيار الإسلامي التابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين تغذيها قطر وكذلك تركيا والجبهة الثانية كيانها في طبرق ممثلة في المؤتمر الوطني العام الذي رغم انتهاء ولايته إلا أنه لا يزال يمارسها على الميدان تغذيه الإمارات العربية وكذلك مصر عبدالفتاح السيسي هذا الأخير يسعى إلى وعد كل محاولة لعودة الإخوان إلى الواجهة السياسية بعد اتخاذهم ليبيا قاعدة العودة إلى الواجهة هذا الانقسام والشرق في ليبيا لم يلتأم رغم جوالات الحوار العديدة التي قادتها دول الجواري ممثلة في مصر وكذلك تونس وكذلك الجزائر وبقية الحكومتان المتخصمتان طبرق وطرابلس تناديان المجتمع الدولي والغرب بالتدخل لحماية الليبيين لكن كان شرط واشنطن الوحيد لتدخل هو تشكيل حكومة وطنية موحدة في ليبيا فتكفلت الأمم المتحدة بهذا الملف بعد فشل جوالات دول الجوار بقيادة مبعوثها السابق بناردينيو ليون وانتهت مباحثاته لاتفاق الصغيرات المغربية في السابع عشر من شهر ديسمبر العام الفين وخمسة عشر الذي أقره مجلس الأمن واعتبره ميلاد الشرعية في ليبيا على نفس الخط دخل تنظيم الدولة المزعوم في ليبيا وأعلن مدينة سيرت عاصمة له وسيطر على أهم حقول النفط أبرزها راسلانوف وميناء سدرة أما مارتين كوبلر الذي خلف ليون بنى مساره الأممي في ليبيا على اتفاق الصغيرات في السابع عشر من ديسمبر الفين وخمسة عشر الذي ولد مجلسا رئاسيا يرأسه فائز السراج كلفا بتشكيل حكومة وفاق وطني إلى اليوم لا يزال يسابق الزمن لتشكيلها واستنقسام حاد حول من يحمل حقيبة الدفاع ليضيع الفرقاء الليبيون فرصة تاريخية بنقاش عميق عقيم حول جداليات لمن يحكم في ليبيا يبدو أن واشنطن غير عابئة تماما بما يجري فتضرب طائرتها دون التنسيق دولي ما قالت أنه بؤرت تنظيم الدولة في صبرات فجر أول أمس الجمعة موقعتنا أربعين إرهابيا من تنظيم الدولة بجنسية مختلفة العارفون بمخططات الغرب يرون أن فزاعة داعش في ليبيا خطوة الغرب نحو تفكيك شمال إفريقيا الذي يبدو أقرب إلى الاستقرار من غيره وفق مخططات الرسمة قبل قرن من الآن يوم اتفاق سايكس بيكو شرق ليبيا هو غرب الجزائر فيترى ما الذي يعده صنع القرار في الجزائر من أجل السيناريوهات المستقبلية فمهمة الجزائر الآن جني الثمار السامة التي سقيت بالدم الليبي